أرقام صادمة حول الأزمة الإنسانية في السودان نشرها برنامج الأغذية العالمية 13 منطقة موزعة في أنحاء السودان معرضة لخطر المجاعة في الأشهر المقبلة إذ يعاني أكثر من 25 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في هذه المناطق السودانية برنامج الأغذية العالمي توقع ارتفاع أسعار الحبوب الأساسية بنسبة 200% عن العام الماضي وجراء هذه الأزمات نازح أكثر من 9 ملايين نازح منذ العام الماضي في داخل وخارج السودان